موسيقى إذن الفرصة اليوم مناسبة اليوم لتنظيم المنتدى الثاني لجهات المغرب وموريتانيا التي تصار عليها جمعية جهات المغرب مع الرابطة الموريتانية للجهات وكذلك المديرية العامة لجماعة الترابية هذا المنتدى كما قلنا في الأول جاء لترسيخ الاستمرارية فيما يخص لقاءات ثنائية ما بين البلدين كان لقاء منتدى أول بين وكشوت والذي كان عرف نجاح كبير وكان يتكلم عن الحكمة الجهوية والترابية كما تعلمون موريتانيا أيضا هي دولة بدأت في تنزيل مشروع الجهوية وتقريبا مشروع يتلقى في عدد من النقاط مع الجهوية المتقدمة المغربية التي تعتبر حقيقة نموذجية والتي أرادها صاحب جلال نصر الله مبنية على مقاربة شاركية ديمقراطية وإذن على الحكمة والتدبير جهوي بطبيعة الحال الفرصة اليوم أو المناسبة اليوم لها المنتدى هي لتبدل تجارب فيما يخص تنمية المستدمة والمندمجة كما تعلمون أولا تنمية المدمجة والمستدمة هي تدخل في اختصاصات ذاتية للجهات ثانيا نحن لدينا واحدة تجاربة أولية من 2015 إلى اليوم والتي أعطت نتائج إيجابية أعتبرها إيجابية على جميع جميع أنحاء المملكة على رأسها الأقاليم الجنوبية إذا شرنا النموذج تنموي الجديد الذي تم بدأت تنزيله بالأقاليم الجنوبية منذ سنة 2015-2016 الحمد لله أعطى تجارب أو أعطى نتائج جد إيجابية لا في جهة الداخلة ولا في جهة العيون وكذلك جهة قليمي موادنون وبطبيعة الحال نرى أيضا تدبير جديد على مستوى جميع الجهات بالمغرب واللي مبني على أساس الجهوي المتقدمة وبالتالي نحن نفتخر بإمكانية تبدل هذه التجارب مع الأشقاء الموريتانيين لعندهم تجربة جديدة في هذا الميدان النقطة الثانية المهمة هو العلاقات الوطدة التي تجمع ما بين بلدينا علاقات تاريخية عميقة لها بعد وطني جهوي قاري ودولي ولها أيضا بعد ترابي ومحلي أولا يجب توطيده أكثر عندنا اتفاقية عديدة تقريبا جميع جهات المغرب لديها اتفاقية مع جهات موريتانية وهذه فرصة أيضا لتحيين هذه الاتفاقيات ولتنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع هناك مشاريع تقريبا واضحة التي طلبت لا من الجانب المغربي أو لا من الجانب الموريتاني وبالتالي نريد أن نعطي حياة لهذه الاتفاقيات ونعطي نوع من المقاربة الحقيقية التي يمكن أن يكون عندها أثر على الساكنة فيما يخص تعمدوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر